أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التزام الحكومة بتحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة خاصة الوصول إلى فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الموازنة مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض مستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2023-2024 حيث وجه مدبولي بضم قطاع السياحة إلى مبادرة دعم القطاعات الانتاجية التي تشمل حاليا قطاعي الصناعة والزراعة في هذا الصدد تم التوافق على تخصيص عشرة مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة ليصل إجمالي التمويل إلى 160 مليار جنيه للقطاعات الانتاجية المستهدفة